رفع معدل الأجور للعمال والموظفين بنسبة 14% قرار أعلنته وزارة العمل التركية وسيطبق مطلع العام الجاري وفقاً لوزيرة العمل والضمان الاجتماعي جوليدا سارير أغلو حول تفاصيل القرار ومدى إمكانية استفادة العاملين السوريين منه في ظل أوضاعهم القانونية والمعيشية نتابع تقرير تالية قدسي قرار جاء بعد طول انتظار من قبل العمال السوريين والأتراك زيادة أجور العاملين بنسبة 14% حيث كان المعدل الأدنى لأجر العامل 1400 ليرة تركية وبعد القرار قد يصل إلى 1600 ليرة تركية لما صاحبة مطعم في مدينة غازع تاب تعتقد وبالرغم من تأييدها للقرار أن الأرباح التي يحصل عليها السوريون من أعمالهم الحرة لا تكفي لرفع الأجور للعمال بسبب الصعوبات العديدة التي يواجهها أصحاب الكفاءات من السوريين كالأطباء والمهندسين وغيرهم من حملة الشهادات توجه معظمهم إما إلى الهجرة أو للعمل بمهن ليس لها علاقة باختصاصاتهم كالمهندس هشام الذي قرر فتح مطعم يقدم المأكلات السورية بعدما عانى ما عاناه من استغلال أثناء مزاولة العمل في اختصاصه بالنسبة لوضع العمل في تركيا المهندسين حضرتك يمكن تعرفين شركات المعمارية أو الهندسية بشكل عام التركية أحياناً يصير فيها استغلال للوضع السوريين والعمل فيها أحياناً حتى يكون الحصول على العمل فيها صعب والشركات الهندسية السورية لسا ما كتير ستناشئة أغلبة كثيرة هي الإجراءات لاستخراج إذن العمل لكن التعقيدات الأكبر تتمحور حول أن العامل أو الموظف لا يملك إذن عمل يضمن له حقوقه كموظف ومستحقاته بعد أن يتقعد تاليا قدسي لبرنامج من تركيا غازي عنتاب للحديث أكثر حول الموضوع معي ضيفي في الستوديو الأستاذ سقراط لعلو باحث اقتصادي وعبر الأقمار الاصطناعية من فريق البرنامج عبد الحميد سلات من الريحانية أهلاً بك أستاذ سقراط يعني بداية من هم العمال والموظفون السوريون الذين سيستفيدون من زيادة الأجور بشكل عام رفع الحد الأدنى من الأجور يعني اقتصادياً هو يصب في صالح الطبقة الأقل أجراً في الدولة بمعنى أن الأجور التي تقل عن 1600 ستستفيد من هذا الرفع بما أن الحكومة التركية زاد الدخل أو الحد الأدنى للدخل إلى حدود 1600 ليرة تركية فالعامل السوري بشكل عام حسب تصريحات وزارة العمل التركية بأن العمال السوريين الذين سيستفيدون من القرار هم الذين يعملون بشكل نظامي في السوق التركية أي من يملك إذن العمل للعمل في تركيا ودخله أقل من الحد الأدنى الذي حددته الدولة أي تحت 1600 ليرة تركية هؤلاء من سيستفيدون نعم عبد الحميد يعني شاهدنا في التقرير بأن أصحاب العمل السوريين وإن كانوا أيدوا القرار إلا أنهم ذكروا بأنهم ليس بإمكانهم يعني رفع الأجور وفقا للزيادة الحكومية برأيك ما سبب الذي يعيقهم من ذلك نعم تحياتي ألاء لك ولضيفك الكريم حقيقة بالنسبة لأصحاب العمل السوريين أو المدراء الشركات والمعامل السورية هم لا يريدون أن يرفعوا الأجور للعمال السوريين يعني في نيتهم لا يريدون ذلك الأمر مع ارتفاع الحد الأدنى للأجور في تركيا يستفيد من هذا القرار فقط من يحمل كما ذكر الضيف الكريم يحمل إذن العمل الرسمي والمسجل في دائرة العمل التركية لكن يستغل حقيقة هي استغلال من أصحاب العمل معظم أصحاب لكي لا نعمم على الجميع معظم أصحاب الشركات والعمل السوريين يستغلون عدم حمل العامل السوري بإذن العمل الرسمي لذلك يقومون بترك الأجور كما هي حقيقة هي أجور متدنية يحصل عليها العمال السوريين في معظم المناطق التركية وليس فقط السوريين الأتراك أيضا يستغلون هذه النقطة وبعض الشركات هي لا تمنح العمال لديها إذن العمل ويكون بشكل غير شرع يعمل هذا العامل هنا فنشاهد أن الكثير من العمال يسكتون على هذا الموضوع بتهديدهم بترك العمل وخاصة مع قلة فرص العمل للسوريين في عدد من الولايات التركية لذلك هم ربما رضوا في هذا العمل بأجر متدني لتحصيل لقمة العيش على الأقل واضح عبد الحميد دعونا نتابع حوارنا بعد مشاهدة استطلاع لطبيعة أعمال السوريين في تركيا وعدد ساعات العمل مدرب مراقبة وتقييم بشتغل 8 ساعات يوميا عند يومين في الأسبوع الطلي أعمل في سوبر ماركت موزع جملي لدى المحلات طبيعة العمل توزيع البضاء على المحلات فترة العمل 12 ساعة العطلي يوم الأحد فخر فتحين والله محل ضيافي من كذا السنيني الدوام يعني طريبا بين التسع ساعات للعشر ساعات بشتغل حلاق 12 ساعة بالنهار يعني 12-13 ساعة تقريبا وعندي عطلي نهار الأحد أشتغل مجال مدرسة شرعية مدرسة خاصة قطعة خاصة مال على الدولة وبشتغل بحدودة العشر ساعات للتسع ساعات وعطلت يوم الجمعة أشتغل حلاق أشتغل ماش ساعة وفي الأسبوع أعطي نهار الأحد حاليا أنا أعاطل عن العمل أعمل بشكل حر بطبيعة عملي كمصمم بحسين أعمل أشتغل كعمل حر ساعات العمل هي ما بتكون سابتي بأن حسب الشغل الموجود ممكن أشتغل 24 ساعة إذا كان في شغل موجود ما في شغل موجود ممكن أقعد أيام معطل أستاذ سقراس يعني كما شاهدنا في الأستطلاع أن معظم السوريين الذين يعملون في القطاعات الخاصة في تركيا يعملون إلى ساعات قد تصل إلى 12 ساعة ومن فوق ذلك ألا يوجد قوانين تضبط ساعات العمل في القطاع الخاص خاصة للسوريين بشكل عام يوجد قانون العمل التركي يحدد العمل بثمانية ساعات يوميا للأعمال بشكل عام حتى الأعمال المهنية يرفع هذا السقف بساعة أو ساعتين يعني إلى عشر ساعات ماذا تقصد بالأعمال المهنية؟ يعني شخص حرفي حر ليس موظفي شركة معينة مثلا ممكن أن يزيد إلى العشر ساعات هذا القانون التركي لكن كون العامل السوري يعمل بدون أي ضمانات قانونية أو بدون أي مرجعية مثل النقابية التي تحافظ على حقوقها أو تطالب بحقوقه فحاليا أصدر حقيقة مركز حرمون للدراسات المعاصرة دراسة وافية للعمال السوريين في مدينة إسطنبول مرفقة بالنسب عبارة عن يعني اعتمد على معلومات أخذت من العمال السوريين عن طريق الاستبيان ففي هذا المجال 75% من العمال السوريين يعملون من 10 إلى 12 ساعة يعني في الورش التركية أو في المنشآت التركية طبعا هذا يصبح الجزء الأساسي من العمل يعني ليس مثل تركي بعد الثمان ساعات يحسب وقت إضافي يأخذ عليه مال إضافي بالنسبة للسوريين هذا وقت العمل الأساسي ضمن الراتب أو ضمن الأجر الموضوع من 10 إلى 12 ساعة هذا موعد عمل السوريين في المنشآت التركية عبد الحميد يعني من خلال مشاهداتك اليومية ما هي أكثر الأعمال التي يتوجه إليها السوريون في منطقتك عموما وما الأسباب يعني نعم حقيقة أكثر الأعمال التي يتوجه إليها السوريين هنا هي الشقة الحرفية كما ذكر الضيف الكريم بأن الأعمال المهنية كالحداد والنجار وميكانيكا السيارات بالإضافة لكل هذه الأمور إضافة للمعامل معامل الأحذية معامل الملابس معامل الحلويات كل هذه الأعمال هي أكثر ما يعمل به السوريين هنا لكن كما ذكر ضيفك الكريم أيضا بأن العمل هو عملية استغلال لهؤلاء العمال كون الدوام في هذه الأماكن قد يتجاوز أحيانا العشر ساعات يصل إلى 12 ساعة وربما أكثر أحيانا ورديتين فقط في اليوم يكون لهؤلاء العمال تبديل الورديات نحن نتكلم هنا خاصة عن المعامل التي تعمل بطاقة كاملة في اليوم لذلك هو استغلال كما ذكر ضيفك أيضا لا يوجد أي رقابة على هؤلاء العمال لا يوجد أي ضمانات لهم خاصة أنهم لا يملكون إذن العمل واضطروا لهذا العمل كما تكلمت قبل قليل بأن فرص العمل قليلة في تركيا وخاصة للسوريين لأن السوري عندما نتكلم عن أن السوري يعمل في قطاع أو خاصة لا السوري فقط يعمل في القطاعات الخاصة لأن الوظائف الرسمية والحكومية هي حكرا على الأطاق ومتعون بحملهم للجنسية التركية أما السوريين لا يملكون الجنسية التركية نعم عبد الحميد حول تقييم السوريون لأجورهم الشهريا نتابع الاستطلاع ونعود للاستكمال الحوار عبد الحميد يعني كما نعلم أن من شروط الحصول على الحد الأدنى للأجور هو الحصول على إذن العمل هل هناك من تسهيلات جديدة بهذا الخصوص نعم حقيقة لا بالنسبة لإذن العمل المشكلة تكمن في أصحاب الشركات والذين يستطيعون إعطاء إذن العمل للألعامل السوري حقيقة الصعوبة كانت تكمن في الإذن أو الإقامة السياحية كما تعرف فهناك صعوبة في استخراجها حيث أنها تحتاج لسوري جواز سفر سهري المفعول بالإضافة إلى ختم على الجواز يكون بري أو من المطار وفي هذه الأحوال مع إغلاق المعابر الحدودية ووجود التأشيرة التركية فالأمر صعب لكن بالنسبة لإذن العمل فهو من الأمر السهل أي صاحب شركة يستطيع تأمين إذن العمل أو تصريح العمل عن طريق الكيمنيك للسوري لكن هنا المشكلة تعود كما ذكرت إلى أصحاب الشركات والأعمال فهم لا يريدون أن يسجلوا العمال السوريين لديهم رسميا لأنهم سوف يقومون بدفع التأمينات والضرائب بشكل شهري وهي سيكون بشكل تلقائي عندما يدفع صاحب الشركة 400 أو ما يقابل الـ 400 و 60 ليرة تركية شهريا لهذا العمل الذي سجله رسميا لإدارة العمل في البلاد فهنا سوف يرتفع الراتب أكثر من 400 أو 500 ليرة تركية فهي مشكلة لدى أصحاب العمل لذلك يتغاضون عن هذا الموضوع ومعظمهم لا يسجل العمال لديه رسميا واضح عبد الحميد أستاذ سقراس يعني كسؤال أخير تعاني الشركات الخاصة من شرط توظيف عشرة أتراك مقابل كل موظف أجنبي هل هناك قوانين خاصة بالموظفين السوريين بهذا الخصوص؟ يعني قوانين خاصة بحق السوري هناك استثناءات يعني بمعنى الشركات السورية تخفض هذه النسبة إلى أقل من 5 أمال أو أحيانا أربعة أمال مقابل كل عامل سوري تخفف هذه الشروط عن أصحاب الشركات السورية بمعنى أن أن وظف شخص سوري مقابل يجب أن أخلق أربع فرص عمل أو خمس فرص عمل بدلا من عشرة فرص عمل لكن يعني ألا يصبح السوري أمام خيارين أحلاهما مر وهو إما أن يفقد فرصة العمل أو أن يعمل بلا إذن عمل وبالتالي لن يضمن حقوقه يعني يعني حقيقة موضوع إذن العمل لم يكن في صالح السوريين أساسا بمعنى عندما أصدرت تركيا قانون إذن العمل بالنسبة للسوري حددت نسبة السوريين في المنشآت التركية بعشرة بالمئة فقط من إجمال العمالة الموجودة فيها فهناك كانت منشآت تركيا تشغل بالكامل عمالة سورية سرحت لأمال السوريين لتكون ضمن الضوابط القانونية أي فقط عشرة بالمئة فهذا صب يعني ضد السوريين وليم يكون في صالح العمالة السورية حقيقة إذن العمل لكن موضوع حد الأذن للأجور أو وجود إذن العمل غير خاضع فقط لرقابة الدولة أو لقوانين الدولة إنه هو موضوع أخلاقي بالدرجة الأولى التزام صاحب العمل وهو سعر يعني حتى سعر العمالة أو الراتب الشهري للمهن يعني بالعادة يحدده السوق ليس فقط القوانين فمثلا معاناة السوريين مع أرباب العمل خلال الدراسة التي نشرها مركز حرمون حقيقة فمثلا أربعين بالمئة من السوريين لا يحصلون على ساعات الاستراحة المدفوعة اليومية كما يحصل عليها التركي أطمعش بالمئة فقط من العمالة السورية في المنشآت التركية مثلا يحصلون على مكافآت بينما الأتراك يأخذون مكافآت دورية سواء على زيادة الإنتاج أو في الأعياد ما سبب هذا التفاوت؟ التفاوت سوء معامل الاستغلال بكونهم عمالة رخيصة وغير قانونية تعود لأسباب أخلاطية بالشخص ذات في صاحب العمل تماما هذا ما يدفع الأتراك لتشغيل السوري كونه بالنسبة لهم هو عمالة رخيصة يوفر عن تكاليف تشغيل الأتراك حقيقة 71% من العمالة السورية حسب الأحصاءات يشعرون بتمييز في المعاملة مع الأتراك سواء من ناحية المكافآت المادية والعوامل المادية الالتزام بدفع الرواتب أو من خلال المعاملة الشخصية فإذا الموضوع يرجع أخلاقيا تماما مادي ومعنوي فالموضوع يكون أخلاقي بشكل عام أكثر مما هو قانوني نعم أستاذ ذكراط العلو جزيل الشكر لك على مشاركتك معنا لهذا اليوم والشكر أيضا موصول للزميل عبد الحميد السلات كان معنا من الريحانية مشاهدين كانت هذه مواضيع حلقتنا لهذا اليوم يمكنكم التواصل معنا عبر صفحاتنا على موافع التواصل الاجتماعي نجدد لقاءنا الأسبوع القادم بأمان الله موسيقى اشتركوا في القناة